بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار بعد تجزيب خبر وفاتها ابرز صور للطفلة اناهيتا الايرانية تسبب خبر وفاة طفلة الانستجرام اناهيتا الشهيرة بانهيتا هاشم فيروس كورونا المستجد الذي تم تداوله على منصات السوشيال ميديا صدمة كبيرة بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف انحاء العالم الامر الذي من شأنه زاد عمليات البحث عليها لمعرفة صحة الخبر ليجعلها تتصدر محركات البحث المختلفة لتخرج اسرة الطفلة وتكذب الخبر وتطمئن جمهورة على صحتها مؤكدين ان الصورة الذي تم تداولها المصاحبة للخبر انما هي لطفلة من العراق وعلشان احنا بنعمل الخبر ده فبنقول الف سلامة على الطفلة اللي جالها المرض ده العراقية مش معنى ان احنا متابعين الطفلة اناهيتا الا اننا ما نهملش او ما نجيبش حق الطفلة العراقية ونقول لها الف سلام عليك وتحية لكل اهل العراق علشان الناس فعلا اهتمت بالطفلة اناهيتا بس وقعدوا اكتبوا الحمد لله الحمد لله ان هي ما متتش الحمد لله طبعا ان هي ما متتش ولكن الناس كلها اهملت الطفلة الحقيقية صحبة الفيديو اللي هي كانت بتعيد جنب والدتا تحية لكل اهل العراق ولو في اي اخبار عن الطفلة دي انا بحاول اجيبها الطفلة العراقية لو حد عارف اي حاجة عنها يا ريت يكتب لنا في التعليقات هسيبكم تتفرجوا على الصور اللي نزلتها انا هيتا او والدتها واسيب لكم كمان الانستجرام بتاع والدتها علشان في ناس كتير طلبة اه الاكاونت بتاعها شكرا لكم واسيبكم تتفرجوا على الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة